لماذا لا يستطيع أو تستطيع أسعار النفط الحفاظ على المستويات المعتادة متوسط الأسعار 80 دولار للبرميل؟ مرحبا أستاذ محمد وشكرا على الاستضافة طبعا أكيد كان متوقع حتى البنوك الأمريكية وبيوت الاستشارات كانت تتوقع أن أسعار النفط سوف تقفز إلى 100 دولار ولكن عندنا كان ضغوط تضخمية ضغوط هبوطية شديدة من نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في العامين الماضيين أثرت كثيرا على أسعار نفط ولكن تتخيل سيد محمد ماذا سيكون الاقتصاد العالمي الآن في حالة كارثية جدا لما تدخلت أوبيك وتحالفها مع أوبيك بلس بإقادة المملكة العربية السعودية وروسيا بخفض الانتاج وأنا أتكلم تحديدا على الخفض الطوعي اللي هو 2 مليون برميل يوميا والمتوقع أنها ستدخل إلى أسواق الشهر القادم أسعار نفط عرضت إلى ضغوط تضخمية كبيرة جدا من جرار ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنتين الماضيين ولا نستطيع أن نقول هذا أنه هذا كان ضغوط سياسية تحديدا هي ضغوط اقتصادية لأن الفدرال الأمريكي هو من يحدث سعر الفائدة وهو جهة مستقلة أمريكية ولكن الاقتصاد العالمي ككل مقترن بالبيانات الاقتصادية الأمريكية وأتوقع أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر لابد أن تنفصل البنات الاقتصادية الأمريكية عن العالم وبالتالي المتغيرات في أسعار النفط في أسواق النفط لابد أن لا تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الأمريكية والتي تؤثر على الاقتصاد الكلي العالمي العالمية العالمية